موسيقى السلام عليكم نشاط تاسع عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين المشاركون في منتدى إعادة الإعمار والاستثمار في ليبيا يؤكدون ضرورة استقرار الوضع الأمي والسياسي لفتح مجال عودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة تجدد الاشتباكات في محور العمارات السينية بين قوات الكرامة وشورة واربا غازي وقوات السعي قتأكد خروج عشرة عناصر كانوا محتجزين عند قوات الشورة انطلاق اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لدول الاتحاد الافريقي ودول الجوار حول ليبيا تأكدات على استكمال استحقاقات الاتفاق السياسي أهلا بكم أكد المشاركون في منتدى إعادة الإعمار والاستثمار في ليبيا الذي أقيم الخميس بالعاصمة البريطانية لندن على ضرورة استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد لفتح مجال العودة للشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة ذلك بالإضافة إلى البحث في آلية تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمة الفعالة في كل المجالات للشعب الليبي من جانبها أوضح عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر أن هناك عناصر رئيسية تم الاتفاق عليها خلال المنتدى أبرزها العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن وإنعاش الاقتصاد مؤكدا ضرورة نجاح هذا المنتدى لفتح المجال أمام الخبرات الليبية والاستفادة من التقنيات الحديثة في العالم قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معتيق أن التخفيض التدريجي لقيمة الدنار الليبي هو الحل الوحيد والفعال لأزمة السيولة الحادة في البلاد وأضح معتيق في تصريحات النقلات وكالة رويترز على هامش أعمال منتدى ليبيا للاستثمار وإعادة الإعمار أن المناقشات ما زالت جارية مع البنك المركزي بشأن سعر الصرف وأن هناك آراء متباينة بشأن كيفية حل هذه المشكلة مضيفا أن السلطات تبحث خيارات أخرى مثل تنفيذ التحويلات النقدية عبر الهواتف المحمولة يأتي ذلك في مواصف السفير البريطاني للاليبيا بيتر ميلت أعمال منتدى لندن بالإيجابية مؤكدا أن هذا الحوار الاقتصادي من شأنه أن يساهم في تطبيق اتفاق الصخيرات بشكل أكثر فاعلية وبما فيه مصلحة للشعب الليبي في جو إيجابي جدا وإرادة قوية من الحكومة بريطانية ومن مؤسسات وشركات بريطانية لمشاركة مع الليبيين لإعادة الإمار الليبيا لتنفيذ وتقديم خدمات فآلة إلى الشعب الليبي قال عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر إن مؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار الذي انعقد في لندن كان لاستكشاف فرص اقتصادية لأكثر من سبعين شركة من دول مختلفة بحضور خبراء الليبيين في مختلف القطاعات هذا الاجتماع كان ناجح إلى حد كبير على الأقل فتح المجال أمام الخبرات الليبية تطلع على ما هو موجود في العالم من ممكن استفادة منها من ناحية من زاوية معينة طرحت المشاكل وكان نقاش حتى بين الليبيين داخل الاجتماع وعلق الخبير الاقتصادي وحيد جابو في نشرة سابقة بأن مؤتمر لندن هو خطوة جيدة على طريق التحضير للاستثمار في ليبيا لافتا إلى أنه من شروط استدعاء لاستثمار الدولي هو توفير البيئة الملائمة له وعلى رأسها إنهاء الانقسام السياسي والاستقرار الأمني وتنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل لا بد أن ينتهي الانقسام السياسي حتى يصبح هناك سيطرة أمنية بالكامل على طول البلاد وعرضها لا بد كذلك حتى هو شرط مهم جدا لتوفير بيئة الاستثمار وهو إنهاء الفساد الإداري والمالي بالأمس القريب أعلنت منظمة الشفافية الدولية لأن ترتيب ليبيا هو رقم مخجل جدا بحيث أن ترتيبها 170 وهي من الدول العشرة الأخيرة في موضوع الشفافية يعني أو هناك ضعف كبير في موضوع مكافعة الفساد عقد السفير الليبي بإيطاليا ورئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة عقد مؤتمرا صحفيا حول المبادرة التشريعية لعودة النشاط التجاري والاقتصادي بين ليبيا وإيطاليا تحت عنوان التنمية والاستقرار في ليبيا حان وقت العمل وأوضح المجتمعون أن الرهان الأمنية والحقوقية والسياسية في ليبيا يدور حول ملف الخدمات الأساسية للمواطنين لافتين إلى أن رهان الاستقرار يعتمد على عودة الخدمات الأساسية ودوران عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد وفق قولهم أفاد المركز الإعلامي لقوات الساعقة بتجدد الاشتباكات صباح اليوم في محور العمارات الصينية وأوضح المركز الإعلامي الموالي لقوات عمرية الكرامة أن قواتهم تعمل على اقتحام العمارات 12 بهدف السيطرة عليها لافتا إلى استخدام جميع أنواع الأسلحة في الاشتباكات الجارية اليوم أكد المركز الإعلامي لقوات الساعقة خروج عشرة عناصر كانوا محتجزين عند قوات مجلس شورى ثوار بنغازي من بينهم ثمانية ضباط كلهم في حالة صحية جيدة وفق ما أفاد به المركز رأى الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سلمان بن صالح في مداخلة سابقة أن تسارع عواتيرة الأحداث في مدينة بنغازي يعد مؤشرا كبيرا يتضح من خلاله أن خليفة حفتر يريد أن يحسم المعركة في مدة قريبة معتبرا أن كل ذلك وراءه دوافع سياسية على حد قوله حفتر يريد أن يحسم المعركة مع شورى ثوار بنغازي في مدة محدودة وفي مدة قريبة وعندما أن هذا وراءه أمور سياسية ربما تكون بعض الدول التي تؤيد حفتر وهي التي أوحك بهذه الهزمات وهي التي بلغت حق ضرورة إنهاء هذه الحرب في مدينة بنغازي قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن المدينة تعاني من أوضاع إنسانية صعبة لافتا إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي ولفترات طويلة وأوضح الخيال لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المصارف بسبها تشهد نقصا في السيولة المالية مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو استوانات الغاز ونوها عميد بلدية سبها بأن اجتماع بلديات الجنوب مع أعيان وحكماء المنطقة ناقش يوم أمس أبرز المشاكل المعيشية التي تشهدها المنطقة الجنوبية أرجى عضو المجلس البلدي لمدينة سبها أحمد لحضير مشكلة الصرف الصحي بالمدينة إلى عدم اكتبال محطات الرفع التي توقف تنفيذها نتيجة الأوضاع الأمنية بالمنطقة ونقل المجلس البلدي عن نحضير قوله إن عدم استقرار تيار الكهرباء سبب أعطالا بالمدخات الموجودة في المحطات القائمة لافتا إلى أن المواطن متضرر من فيضانة مياه الصرف الصحي في أنحاء كثيرة من المدينة وأشار المجلس البلدي لمدينة سبها إلى أن شركة المياه والصرف الصحي قامت بعملية تركيب مدختين بمحطة الرفع بالجديد منوها بأن مياه الصرف الصحي سوف تختفي تدريجيا خلال الفترة القليلة القادمة وفق ما نقله المجلس أعلنت القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة بمصراتة مقتل أربعة من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة أثناء اشتباكات وقعت معهم بعد رفض تسليم أنفسهم لقوة غرفة العمليات ونشر المكتب الإعلامي للغرفة المشتركة عبر صفحتها على فيسبوك سورا لموقع يعتقد أنه قد تم استهدافه من قبل القوات الأمريكية الأسبوع الماضي أضف المكتب الإعلامي للغرفة أن أحد المواقع كان يستخدم للتدريب ويتبع لسرية يطلق عليها سرية الفتح قد عثر في الموقع أيضا على قذائف وأحزمة ناسفة وأجهزة تفخيخ بحسب ما نشره المكتب الإعلامي قال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص إن سبعين عنصرا مما يعرف بتنظيم الدولة يعتقد أنهم قضوا في الغارة الأمريكية الأولى على موقعين جنوب غرب مدينة سرط وأضاف المركز الإعلامي للبنيان المرصوص عبر صفحتها على فيسبوك أن عناصر القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة القو القضى على عنصرين من التنظيم في هذا الموقع وأشار المركز إلى أن القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية عثرت خلال عمليات التمشيط في الموقع الثاني الذي استهدف من قبل الطيران الأمريكي عثرت على عشرين جثة تعود لعناصر التنظيم يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المكلف محمد الغصري في نشرة سابقة أكد استمرار رصد قواتهم لتحركات عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة التي تتنقل بين منطقة جرزة ووادي بي كما أشار الغصري إلى رصدهم لخلايا وتجمعات تابعة للتنظيم في مناطق أخرى منطقة الجفرة جهة وادي اللود المنطقة هذه أماكن خصبة لانتشار الدواعش كذلك المجموعة التي سمح بها ما يسمى بالقيادة العامة أنها تنسحب من بغازي وتأتي إلى جنوب سرط لعلها نتفعل شيء في سرط ولكن نحن كل الرصدين كل تحركاتهم هذا وقال الناطق باسم وزارة الدفاع المكلف بحكومة الوفاق الوطن محمد الغصري أن وفدا من ضباط البنيان المرصوص برئاسته زار دولة الجزائر لمدة ثلاثة أيام وأوضح الغصري في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الهدف من الزيارة هو التعريف بما قامت به عملية البنيان المرصوص لمحاربة الجماعات الإرهابية وإيجاد سبل التعاون بينها وبين الدولة الجزائرية وأشار الغصري إلى أن المسؤولين الجزائريين أبدوا استعدادهم للتعاون معهم في إطار محاربة المجموعات المتطرفة حسب قوله جدد الاتحاد الأفريقي تأكيده على الوقوف إلى جانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأكد على أهمية استكمال استحقاقات الاتفاق السياسي وذلك خلال اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكونغولية براسفيل بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المورتانية فقد دعا الرئيس الكونغولي ورئيس لجنة الاتحاد دينيسا سنجيسيو إلى تمكين جميع الأطراف الليبية من صياغة الحل النهائي للأزمة بما يضع أساسا صلبا لأي اتفاق مستقبلي للوصول إلى حل سلبي يجنب الشعب الليبي مخاطر التقسيم والتشتت من جهته أعبر الرئيس تشادي ديستبي عن أمله في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي ووقف الأعمال العدائية دعينا الجميع لتوجه لحل سياسي توافقي يجنب ليبيا المخاطر المحبقة ويضع أسسا لبناء دولة ديمقراطية مدنية توفر الأمن والأمان للليبيين هذا وقد انطلق اليوم اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الافريقي ودول الجوار حول ليبيا في العاصمة الكونغولية براسفيل قال المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطهر السني إن اللقاء تشارك فيه دول الجوار ليبيا والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في السياق نفسه وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر حواره مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو بالتبادل الحيوي لوجهات النظر معربا عن سعادته بعقد اجتماع لجنة الرفيعة المستوى في الاتحاد الافريقي لمناقشة الملف الليبي كما أعرب كوبلر في تغريدة له عبر موقع تدوينات المصغر تويتر أعرب بعد لقائه بالوزير الجزائري المكلف للشؤون الافريقية والمغاربية عبدالقادر مساهل عن شكره للجزائر لدعم اجتماع لجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا حث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة دول العربية الجزائر عبدالقادر مساهل حث على ضرورة قيام مؤسسات قوية في ليبيا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حسب قوله ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الجزائرية عن مساهل قوله إن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تقوم على احترام سيادة ليبيا وعدم تدخل في شؤونها الداخلية والحوار بين الليبيين وأشار مساهل إلى أن الاتفاق السياسي هدفه تسيير مرحلة انتقالية وإنشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس نوا والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية حسب تعبيره بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس مع وزير الشؤون الخارجية الجزائر رمطان العمامرة جهود تسوية الأزمة في ليبيا والإعداد للقمة الثلاثية المصرية التونسية الجزائرية إضافة إلى احتمالات تنظيم لقاء في القاهرة بين القيادات الليبية الرئيسية وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية المصرية أحمد بوزيد إن شكري أكد على أهمية الدور العربي وخاصة دول الجوار في إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان دولة الليبية وتحمي مؤسساتها مشددا في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس للسعادة الاستقرار في ليبيا قال المستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا باولو سيرا إن الهجوم الذي وقع خلال الأيام الأخيرة في طرابلس يمكن تأويله على أنه تحذير للسفارة الإيطالية هناك بدلا من اعتباره هجوما حقيقيا حسب تعبيره ونقلت وكالة أكي الإيطالية عن سر خلال جلسة إحاطة أمام اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية أنه يمكن اعتبار التفجير الذي وقع بالقرب من مقر السفارة الإيطالية في طرابلس استعراضا للقوة لا يقتصر على إيطاليا فقط حسب قوله وكانت منطقة الظهر في طرابلس قد شهدت يوم السبت الماضي انفجارا قرب وزارة التخطيط أسفر عن مقتل من كان في السيارة المفخخة نشاطنا متواصلة وفيها بعض الفاصل ليبي يتمكن من تحقيق إنجاز علمي بعد اختراعه أصغر جهاز لمساعدة فاقد السمع فضلا عن تقليص تكاليف أجهزة السمع بنسبة 90% المشاركون في منتدى إعادة الإعمار والاستثمار في ليبيا يؤكدون ضرورة استقرار الوضع الأمني والسياسي لفتح المجال عودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة تجدد الاشتباكات في محور العمارات الصينية بين قوات الكرامة وشورة ثوار بنغازي وقوات الساعقة تؤكد قروج عشرة عناصر كانوا محتجزين عند قوات الشورة انطلاق اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى لدول الاتحاد الافريقي ودول الجوار حول ليبيا تأكدات على استكمال استحقاقات الاتفاق السياسي أهلا بكم جديد نظم مكتب مفوضية للأمم المتحدة السامية لشؤون الأجيئين بليبيا دورة تدريب لحماية النازحين بالتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية التي تعمل حاليا في ليبيا وبحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الأجيئين بليبيا فإن هذا التدريب الذي يستمر لمدة أربعة أيام يعتبر فرصة لمختلف الجهات الفاعلة والمشاركة في حماية النازحين لمناقشة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الجارية في ليبيا يذكر أن عدد المشاركين بلغ 35 مشاركا من مختلف مكونات المجتمع المدني الليبي والمنظمات غير الحكومية ووكلات الأمم المتحدة أكدت النساء الليبيات المجتمعات بتونس في إطار المؤتمر الثاني لأجندة المرأة الليبية من أجل السلام تحت شعار معا نصنح السلام أكد على أن ما جاء في مبادئ وأهداف استراتيجية في وثيقة المرأة الليبية من أجل السلام التي انبثقت عن مؤتمر مونترو في سويسرا قبل عامين يعتبر أساسا لتعزيز دور المرأة في صنع السلام وأوضح البيان أن مسؤولية السلام ملقاة على عاتق جميع الليبيين والليبيات ولا يمكن تحقيقه دون مشاركة المرأة الفعالة في عملية السلام كداعية له وشريكة في صنعه وأكدنا على الحاجة للعمل من أجل تمكين المرأة بأن تكون شريكا فاعلا في بناء السلام وعنصرا مؤثرا في صنع القرار وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على الإعداد لإطلاق حملة وطنية من أجل تعزيز التعايش السلمي قال رئيس لجنة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي أن نقلة نفط وصلت إلى ميناء الزاوية محملة بشحنة من وقود الديزل تقدر بأربعين مليون لتر وأوضح الهجرسي في تصريح أن قاله المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بحكومة الوفق الوطني أن النقلة بدأت في تفريغ حمولتها بخزانات المستودع تمهيدا لضخها لخزانات وقود مستودع ترابلس النفطي مؤكدا أن هذه الكمية تكفي لأسابيع قادمة وسيتم توزيعها على كل محطة وقود مدينة ترابلس والمناطق المحيطة بها أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه لشحنة فصول جافة قادمة من مصر عبر منفذ مساعد الحدود شرقية ليبيا وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر صفحتها على فيسبوك أن الشحنة تبلغ 1200 كيس مشيرا إلى أن سبب رفض الشحنة هو ارتفاع نسبة الرطوبة بها ناقش المجلس البلدي لمدينة زليتن مع إدارة الأمراض المشتركة بوزارة الصحة وإدارة الأمراض السارية بزليتن وعدد من المختصين ناقش أسباب انتشار مرض الليشمانية وزيادة الحالات المرضية في مناطق عدة بزليتن وأشار بلد زليتن عبر صفحتها على فيسبوك أن المجتمعين توصلوا إلى وضع آلية لإعداد مكافحة محلية بتنفيذ شركة الخدمات العامة للنظافة زليتن وبإشراف مكتب شؤون الإصحاح البيئي بالبلدية وتدريب لجنة مرض الليشمانية التابعة للمجلس الوطني لمكافحة الأمراض وتشهد مناطق جنوب غرب بلدية زليتن زيادة في عدد الحالات المصابة بهذا المرض إذ يقترب العدد من 300 حالة مرضية بحسب ما أفاد به المجلس البلدي زليتن نقل المجلس البلدي طبرق عن مهندس سوائل الحفر طارق عبدالجليل إنه من المتوقع قرب الوصول إلى المياه الصالحة للشرب مضحا أن عمال الحفر بمنطقة بيرح بيش تسير وفق خطة معدة مسبقا وبمتابعة إدارة الحفر وجولوجيا بشركة الخليج العربي للنفط وأضف المجلس البلدي لطبرق أن الحفارة تقوم حاليا بحفر بير مياه كمساهمة من شركة الخليج العربي للنفط لبلدية طبرق في حال مشكلة نقص المياه بالمدينة وانقطاعاتها المتكررة نبهت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية الصيادين إلى أن الفترة الممتدة من شهر فبراير إلى شهر سبتمبر هو موسم تكاثر الطيور فتكون أغلب الطيور فيها إما في حالة تزاوج أو حضانة لبيضها أو فراخها ونوهت الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك إلى أن صيد الطيور في هذه الفترة قد يؤدي إلى خطر انقراضها مشيرة إلى أن أكثر الطيور المهددة بالانقراض هو طائر الحجل بسبب الصيد الجائر في الأوقات غير المناسبة وتخريب الغابات والأحراش التي يتكاثر فيها ويقتات عليها تمكن الليبي عدنان شنيب من تحقيق إنجاز علمي بعد اختراعه أصغر جهاز لمساعدة فاقدي السمع فضلا عن تقليص تكاليف أجهزة السمع بنسبة 90% وذكرت جريدة كاليفورنيا بيزنس أن جهاز آي هير الذي اخترعه شنيب يمكن اقتنائه بمبلغ 300 دولار بعد أن كانت تكلفة مثل هذه الأجهزة تقدر في السابق ب3000 دولار أمريكي وجاء هذا النجاح للعالم الليبي تتويجا لمجهوداته في علم السمعيات بعد أن دفعته مشكلة السمع الذي كان يعانيها والده في صغره إلى دراسة الهندسة الكهربائية في جامعة كاليفورنيا قبل أن يحصل على شهادة الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة تكسس ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها المشاركون في منتدى إعادة الإعمار والاستثمار في ليبيا يؤكدون ضرورة استقرار الوضع الأمني والسياسي لفتح مجال عودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة تجدد الاشتباكات في محور العمارات الصينية بين قوات الكرامة وشورة ثوار بنغازي وقوات الساعقات تؤكد خروج عشرة عناصر كانوا محتجزين عند قوات الشورة انطلاق اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لدول الاتحاد الافريقي ودول الجوار حول ليبيا وتأكدات على استكمال استحقاقات الاتفاق السياسي المزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة